وإحياء للذكرى الرابعة والستين لمظاهرة الحد عشر ديسمبر ألف وتسعمائة وستين أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا على مرسم الاحتفال بالذكرى بساحة المقاومة بالعاصمة حيث وضع إكليلا من الظهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني وأعضاء الكشرفة الإسلامية الجزائرية ووالي ولاية الجزائر وبالمناسبة ذاتها تم تنظيم ندوة تاريخية بحضور أساتذة وطلبة وثلة من المجاهدين إن مظاهرات الشعب كانت وقفة قوية المغزى عظيمة لأتبار صريحة الهدف بالغة في ترجمة تلاحم الشعب الجزائري مع قيادته كما كانت على نطاق آخر وبتبعاتها المسؤولة عن جانب من المسارات المبدئية التي تأسست عليها مواقف الجزائر المستقلة في مساندتها للقضايا العادلة وحق تقرير المصير والتزام مبدأ تصفية الاستعمار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والأمم